بعض الانتخابات وحلقة جديدة مع ضيفة نحن نتذكرها كلها أنه أول مرشحة ومرشح بكل لبنان قدمت ترشيحة على الانتخابات النيابية ونتذكر كمان الضجري كيف انتقلت من ليحة لليحة ونتذكر كثير كثير منيح أنه انتشروا صورة بأغلب المناطق اللبنانية ويسألوا الناس من أين لكي هذا جوزيفين صغير بحجوبنا أهلا وسهلا فيك مرحبا مرحبا حبيت المقدمة تين كيو تين كيو تيك تحدي أول شي تنبلش بالتحدي لا ونحن جاهزين أول شي تجربة كيف سيكت قيمة تجربة وكان فيه ضغوط عن جد بكل معنى الكلمة ضغوط على الصعيد الشخصي الاجتماعي الانتمائي كل شي مش هين ياللي صار صحيح صحيح أول شي مرحبا وأنا كثير مبسوطة أني معكم اليوم أهلا وسهلا فيك التجربة فيها هيك يلخصها بكلمتين تجربة رائعة وعميئة كان فيها عمق هالمرة كتير أكتر بكتير من 2018 قطعنا بكل المطبيت وأنا بس كنتقول أنه أنا مناضي لهالمرة كانت أكيدة أنه فيها نضال كان فيها نضال داخلي والنضال خارجي حتى من أصحاب الشارع كان عندي نضال تقدر إقناعهم أنه أنا خياري السياسي كان مختلف عن خيارهم كان عندي نضال بقلب ضيعته كان عندي نضال بالليحة الجديدة اللي فت عليها فكله كان نضال من أول يوم قررت أترشح لنهار النتيج بعدني لليوم بالنضال مستمر والطعن ماشي فنضال مستمر وهي الحياة بلبنان وهي الحياة السياسية منا هيني ولكن أنا بالنسبة لأيلي كانت حلوة تعلمت كتير منها وكل يوم بتعلم شي جديد بالحياة السياسية لأنه منا معودين على المنافسة الشريفة باللبنان على منافسة للغاية للمصلحة العامة دايما معودين منتنافس على دايما على أنت أقوى مني أو أنا أقوى منك بالشخصة ولا مرة مروا على البرنامج أو نلغي بعضنا أنه بدل ما نكون عم نساعد بعضنا تنوصل للهدف نسي كلنا بدنا نلغي بعضنا صحيح جوزيفين الزغاب خليني أسألك كيف أول واحدة كنت أنت كنت مقررة يعني قبل وعادة الواحد بينطر شوي تريس أنه كان فيه فيه انتخابات ما فيه انتخابات هيك رحت أول شي فتحوا الباب الترشح قدمتك مية بالمية خبريني شوي لحلك أول شي أنا كنت مقررة على الترشح يعني القرار طالع من جوة وكنت حاملة مسئولية ومستعدة يروح فيها على الآخر هيك بلشت مشان هيك ما كنت بده قمتور فيه انتخابات ما فيه انتخابات ما فيه انتخابات ما لنا نشبرون كانوا يعملوا انتخابات وقال له لو ما ترشحنا ما كانوا يعملوا انتخابات ها واحد اثنان أنا كنت عارفة وين رايحة وخيار السياسة معروف كتير منيح من الأساس أنه رحنا بمواجهة جدية مع هذه السلطة على أساس أنه بدنا نروح على تغيير حقيقي لأنه الوضع ما بقى يحمل حالة الناس الاجتماعية ما بقى تحمل مشان هيك كنا عارفين وين رايحين ما كنت بده تردد ولا واحد بالمية وقمتور تسويات وحدا يخدني عليها أو حدا أنا بعمل ليها إذا ما زبطت معي كانت كنت عارفة حالي كتير منيح كدراتي كنت عارفة كتير منيح أنه المسيرة بده تبلش بقرار شخصي قبل ما أخد قرار العائلة أو قرار الحزب السياسي أو المجموعات السياسية اللي كانت موجودة أنا كنت أخدي قراري ورايحة فيه وإلا بالآخر شو بيصير بيصير في تسويات بيصير في أخضوعاتها نحنا مع الانفتاح مع التشاركية ولكن القرار بده يتخذ من جوا بقناعة بمسئولية لأنه انتخابات يعني تحمل مسئولية خاصة بأكبر أزمة اقتصادية شهدها لبنان مش مين ما كان فيه يترشح مش مين ما كان بيقدر يتحمل هيد المسئولية لأنه الناس اليوم حملتنا طريق كتير كبير بدينا ننقذها يمكن ما حلفنا الحظ ولكن بعدنا معهم للناس على الأرض بعدنا بعرف مشاكلهم حضرتك ما علي رحقول قوى التغييرية بقولوا عنكم قوى مرشحين مشروع مشروع ممول من الخارج مطلوب منكم لكتير وخاصة حدا شايف عدد البانويات لإلك ومش بس بكسروان برات كسروان صار يسأل جوزافين الزغيب من أين لها هزر لح أحكي بكل صراحة أول شيء البانويات أنا شخصيا مولي تنين بانولة إلي من شهرين هول أنا مولتون من من مصروف الخاص أنا بدرس بالجامعة عندي إذا بدك إنكم صغير ولكن البانويات التانية اللي حنبلش من هون البانويات التانية تقدموا لي لأنه في ناس معنا بيوان يونج لبانون مقامنين بالمسيرة اللي أنا عم بمشي فيها وهو لي تقدموا كله لحيتصرح فيه بهيئة الإشراف أنا كله معي خبير محاسبة أنا بدرس شفافية بالجامعة ما فيي ما أكون شفافة وكل ليرة صرفتها تنحط بالمحل المناسب من أين لي هذا كله من فضلي ربي مثل ما بيقوله والناس اللي بتآمن فيه الناس اللي واسقة إنه الكوة التغييرية بدأ توصل هلأ الإشعات والأسس اللي بتطلع يمين وشمال إنه نحنا ممولين من الخارج ومن هو هذا الخارج بتحدى أي شخص بيقول ممولين من الخارج يثبت ليرة وصلت لنا بدون وجه حق ليرة وصلت لنا على حسابنا إذا هيدا الليرة ما منكون شغلين فيها أو مدرسين فيها أو من عرق جبيننا شغلين فيها ولا ليرة اللي عم يتهمنا بالخارج يسأل حاله الخارج طبعه من وين يعني أنا قبل ما أحكي عن اتهام الخارج الخارج طلع شنكر قبل الانتخابات وحكي عن القوة التغييرية ما كان قصدو نحنا كان قصدو مين قصد؟ لا أكيد أكيد ما كان قصدو نحنا أنا أول شي ما بعرفه لأشنكر ولا مرة زرته ولا مرة بعرفه مش من الغرف الدردشية اللي بتسير باين 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 لا 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 حقلك شغلة شنكر من سنتين بعد الثورة كمان قال إنه نحنا عم نمول سميهم الانجي او اللي كلها هلأ صار معترف فيها العالم كلها بتسميها نن جوفرمنتل أرجانيزيشن الانجي او كان قصدو فيها المنظمات الحكومية والغير حكومية اللي كانت عم بتتساعد منه الجيش اللبناني منه المؤسسات الدولة منه المشروع يو اس ايد لإسمه مكتبتي كتابي الانجي او كان المنظمات الغير حكومية الجيش اللبنانية منظمة حكومية ولكن في ناس بتساعدون بمنظمات بتساعد الجيش اللبناني هولي اللي بينعطلون دايما بيكون فيه انترمديار بين السفارة المعينة والمؤسسة الحكومية يعني المدرسة الرسمية بيكون فيه ممول انترميديار من الاتنين هو اللي بياخد التمويل اللي بيعطي شخصيا بعيدة كل البعد عن هيدا الموضوع وكل الكوات التغييرية ما تموليت إلا من أموالها الخاصة ومن المساعدات اللبنانية أنا بقلك إجاني تمويل كتير بسيط يعني ما عم نحكي بتمويل ملايين يعني عم نحكي بتمويل كتير بسيط من اللبنانية عايشين بفرنسا وبي موريال إجينا رقم كتير صغير لح نصرح عنه إجينا أنا من أصحابي وأهلي كمان أموال صغيرة غطينا مع بعض التمويل الخاص لهما أنه تمويل كتير كبير حتى مندوبين بين بعضنا حوالنا مع أنه كان في أسعار كتير عالية لأنه المندوب بدك تجيبيه بدك تعطيه خمسة مليون ليرة هيدا كله جربنا نشتغل قدمة فينا ما يكون عنا مندوبين نقص من المندوبين على اللايحة يعني من قص المية وتمين وتسعين مندوب كل حدا مننا قدر أمن ثلاثين ثلاثين تنقدر نغطي الأقلام كله هيدا كله والعالم تعرف وإيش عهيدا الشغل يعني أنا كل حملتي على بعضهم كلفتني لهلأ حوالي 25 ألف دولار كل الحملة من عرق جبينة ومن مساعدة لحظة 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 استفزيتين هلأ بالرأي لأي جوزيفين الزغيب أطلالتك على محطات تليفزيونية حالة ولا ليرة إذا بدنا نحكي أنه هي لحالة فيه إلى كلفة مالية بينما فيه مرشحين تاريخيين ما قدروا يطلوا على محطات تليفزيونية لأنه ما معهم كلفة أطلالتهم معكي شو صار معكي ندفع لهم ألفين دولار بألفين دولار ما لح نسميه ولكن أكيدة لح نصرح عنهم بالكشف بالكشف بلح نصرح عنهم يعني بس هلأ بس تما نكون عم نحط الأسعار على التليفزيون فهول كلهم نعملوا لأنه جوزيفين مش من اليوم بلشيت مش اليوم ترشحت على الانتخابات جوزيفين من 2013 ترشحت أول مرة ومددوا الانتخابات إذا بتتذكروا للألفين واربعة عشر ورجوا على 2018 وتسجلت مرة تانية بالدومي لديزويت وما حلفنا الحظ على لويح كلنا وطني ولكن هيدا كله خلق ثقة بيني وبين المحطات وبين الأصدقاء أنا اليوم هوني ماني دفع ولا ليرة أنا اليوم لأنه أصدقاء أسلاً بس أوضح سودفان ما أخذت إذن من الهيئة الإشراف من الانتخابات تتعمل مع المرشحين وما عملنا مع لمعك ولا مع حدا نغيرك بس مش هيك حبينا بعد الانتخابات وأنا أسمو البرنامج بعد الانتخابات نطلع الناس ونتعرف على ناس يمكن نترشحوا وما توفقوا أنا مبسوطة أول شي إني معكم ومبسوطة على الخطوة اللي عم تعاملوها لأنه الإعلام لازم يوقف حدنا الإعلام كتير مهم لأنه بيضوي على الوجوه الجديدة مثل ما بيقولوا ولكن الإعلام هالمرة كان منصف معي أنا كنت عطلق لأنه بال2018 ما استقبلنا كان عم يطلب مصاري كتير هالمرة شايف مسيرتي ويمكن كان حابب يساعد الكوة التغييرية توصل مش هيك وصل حوالي الخمس عشر شخص أنا ما كنت بيناتون ولكن هلأ عندي طعن رح نحكي عن الطعن كيف نطيت من ليحة لليحة؟ هاي دي يا ويلة شو أخذوا عليك يعني يمكن كتب إشياء مو بشعة أي فيها تجريح فيها إهانة فيها عدم احترام في تنمر في كتير إشياء تعرفتي لها طيب إنه الوحد كمان على الورق أو الألم بيكون محل بس أنت وقتها ترشحتي ترشحتي عن الليحة التانية توقتها نقلتي لليحة التانية لح أشرح الخبرية أول شيء تانكيو لأنه سألت السؤال عن فكرة التنمر وكيف بيروحوا عالشخصة عالشخص وكيف بينزلوا كل هالفيديويات والإشعات والأكاذيب والأضاليل يعني هيدا كله لأنه امرأة بالسياسة بس تحقلك لو رجل تاني ما كانوا عملوا فيها الأدو ما كانوا فاتوا بحياته الشخصية وفاتوا بأهله وبحياته بكل هول لأنه امرأة الامرأة عم تتجرب جرحوني جرحوا أهلي أكتر مني أنا جرحت على جرح العيلي لأنه أنا بس شوف الماما عم تبكي هيدا شي كتير زعجني ولكن أنا اليوم عم خود السياسة وهيدا السياسة بدنا نتحملها بدنا نلبس مثل ما بيقولوا جلد التمسيح علينا ونبقى في شيء يخرق فينا لأنه عنا هدف واضح بدنا نغير اليوم بلبنان بدنا نوصل على صنع القرار مشين هيكي ما بقى عم بتطلع على كل هول الأساس ولكن لخبرك أنا أول ما ترشحت ترشحت لوحدة بشهر واحد بجانيوري ترشحت لحالة بلا أي أشخاص معي لأي تمويل لأي أصحاب ولا حدا أنا لوحدة ترشحت بخمسة شباط أعلنت من جعيتها كونتري كلوب بمهرجين اطلق برنامج الانتخابة بالخمس نقاط اطلقته ودعيت كل قوة التغيير لتجي تقعد على طولة وحدة تنتحلف مع بعض تنقدر نكون قوة بوجه هذه السلطة وهذا كان نداء مباشر للكل قبل ما يكون أي شخص ترشح بعد بخمسة شباط بقيت ناطرة لخمسة عشر قدار تسكر باب الترشح من خمسة شباط لخمسة عشر قدار وأنا عم بفتح نداءات وعم بتلاقى مع ناس وعم نتحاور بين كسروان وبين جبال صار في حوارات مع كل الأطراف بس قول كلهم عن جد كلهم قعدنا معهم وجربنا نعمل قوة بوجهم اللي بيصير إنه بخمسة عشر قدار أحد رموز إذا بدي كسروان ما ترشحوا بخمسة عشر قدار سكر باب الترشيح على الساعة 12 بالليل طلعت أنا فتحت الخريطة لقيت المرشحين بقيت أسبوع اتصل فيهم للمرشحين تأتأكد إذا هن بخيار سياسي بيشمهني إذا هن عن جد تغييريين وبيقامنوا ببناء الدولة والناس اللي ما ترشحوا خزلونا يعني ما ترشحوا بالتحديد الوزير زياد بارود لكن دكتور زياد بارود كان له قصة يعني كنا موعودين نعمل شي نحن وياه ولكن بتفهم كتير منيح خياره كل حد عنده أسبابه بحترم بحترم كتير خياره ولكن لو كان معنا دكتور زياد بارود كان تغيرت كل العملية وبتغير اليوم كان هو اللي حيكون بالمجلس وعلى رأس هذه اللائحة التغييرية اللي موجودة ولكن بحترم خياره وما بعرف يعني الأبعاد اللي أخده زياد واحد منهم دكتور زياد بارود فيه أشخاص كتير ما لح نسميه اليوم ولكن فيه شخصين فاتوا على لويح أخرى كانوا معنا جربت قد تصل فيهم قال هني وعدين رئيس اللائحة الأخرى ما بيقدروا يكونوا معي فيه شخص ساعة 9 بالليل سحب ترشيحه فيه امرأة من جبال كمان سحب ترشيحه بعد أسبوع من الترشح هول كلهم خلوني حط على مع مين بدي أعمل هيدا الليحة مع مين بدي أعمل هيدا الليحة وهون صار فيه بلبلة فيه ليحة سمت حالة نحنا التغيير باحترمة كمانا ولكن الاسم اللي اتهموني انو أنا الشاطونية هيدا اسم لألي هو لا اتهموك انو ما كنتي معهم مش هني الشاطوكية نحنا كنا عم نحاول لحقلك شغلي نحنا كنا عم نحاول مع دكتور غسان جيرمانوس نعمو الليحة سوا وكان معنا دكتورة علوية شيعية من جبال نحنا لثلاثة إذا بدك لنوايو دور اللي كنا عم نحاول نوسع مع دكتورة رانيا بيسيل انو نحنا الأربعة ثلاثة بجبال كانوا مكتملين ولكن بيكسرين ما كان عنا ولا مرشح جد بمسي الكوات تغيير جربت أعمل هيدا شي ما زبطت معي استأزنت وخبرتن ونعمل زوم زوم ميتنج لكل التيم وقلتلن يا جماعة الخيارات صارت كتير دايقة نحنا عنا ثلاثة أربعة تيام بسكروا اللوايح أنا لحيخد خياري السياسي رو على الليحة الأقرب لتفكيري الأقرب للفكرة التغييري وعندها على القليلة حاصلة نقدر نشتغل على الحاصلة التانية أنا بستأزن إذا أنتوا حابين تكملوا بالليحة ولكن بنصحكم ما تكملوا فيها لأنه ما عندها حاصل ولكن إذا أنتوا حابين تكملوا وتخودوا هذه المعركة المغامرة لوحدكم بتمنى لكم التوفيق من كل قلبي ولا لحيجي صوبكم بالعكس بتمنى لكم مسيرة رائعة بالسياسي فلات وضحت على صرخة وطن ورحنا عملنا صرخة وطن خمس مرشحين من كسروان وثلاث مرشحين من جبا كاملة كاملة ليحة كاملة بتشبه كلها بعضا فيها شوية أب أن دا ولكنه تهمنا أنه في معنى الكتائب والكتائب ما بيشبهوكن يمكن يمكن هيدا فكر الناس المدنيين ولكن اليوم الكتائب مقدم استقالتها من الحكومة السابقة عقية مسجعان قزة رجعت قدمت استقالتها من المجلس النيابي على مرحلتين مش أنه من اليوم عم يعترضوا هني كانوا على الأرض من أول يوم للثورة كانوا من قبل مقدمين استقالتهم من الحكومات فناس حتى إذا بديك الكردت طبعا أنه هي حابة تغير هلأ بتقليلي كان لازم نعطيهم فترة أطول تنتأكد إذا هن تغييريين أو لقاب يقول لك ولكن هيدا الإنون هيدا الإنون في محل كمان بعد عنا كم دقيقة جوزيفين سمال عليك شو بتحكي بدي أسألك التجربة الشخصية وقت بكت أمك قدائك أنت مزعوجة وقديش كمان كان في محطات إنسانية عائلية كانت كلفتها الترشح إلى الانتخابات ايه يعني عم تخدين عم حال كتير شخصة إنزعاجة اللي صار على الأرض لأنه نعمل فيديو بالصمت الانتخابي يعني ما بقدر حتى رد عليه وقصد مقصودة ومعمولة بالغرف السوداء هولي ناس اللي ما بيحط صورته ولي بيطلع السوت مبهم هول كلهم جيوش إلكترونية تبعين لهذه السلطة هيدا شي زعلني إنه دقوا بأهلي لو بس فيه وبالسياسة يخدوني على الآخر أنا بحكي معهم إين زعجت ومشين هيك توجهت للناس وتلعت مباشر وتلعت لايف معهم للناس على صفحته تقلهم يا جماعة ما بقى تصدقوا لحنتحارب لحيكذبوا عليكم عنا لحيحكوا عنا أضليل لحينعمل كل هول لأنه قربنا نوصل على السلطة في قصة المال الانتخاب المال الانتخابة قده كان مؤذي بهيدا العملية كان في كتير في كتير مال الانتخابة وليحتكم كانت متهمة ليحتنا الحقلي كانت متهمة أنه في عنا أحد الأشخاص الكتير ممولين اللي هو رئيس الليحة أنه بيساعد الناس وبيعط الناس أنا ما بدي دافي عنه لنائب اليوم نعمة فريم ولكن مؤسسة فريم فونديشن هي بتساعد صر لأكتر من 30 سنة مش أنه اليوم عاييام الوالد جورج فريم بيساعده وبيعطه مساعدات إنسنية مدارس مستشفى حتى ترانسبور يعني بيغطوا التلميذ من المناطق الجبلية على الجامعات ببيروت هول كلهم معمولين مش اليوم يعني منا مساعدة فريش عم يعتوا مصاري اسم الليحة صرخة وطن من أجمل الأسامة لا لا في جمعية لأ كمان مضبوطة شكت علينا وربحنا القضية ربحتوا ربحتوا بعدم بقولوا راحين إلى طعن هن على ممكن بصراحة الشكاوى اللي صارت نحنا أكيدا ما كنا عارفين فيها للجامعية والاسم كانت لأنه في وطن بدون ينبنى في بناء الدولة بدون تنبنى والناس لازم تبلش تصرخ مع بعضا على صوت عالي تنبني هيدا الوطن ما كان فيه نية إذا بدك مننا إنه نضرها لهيدا الجامعية بس ما كنتوا تتواصلوا معا يعني حسب معرفناها أنا شخصيا يعني وصلت لنا الدعوة أنا وصلت ل على البيت الدعوة اتفجأت منا وحكينا المحامقة اللي حيتواصل معهم وربحنا أول هيدا هني هلأ يمكن عم يستأنفوا ما عندي فكرة ولكن كان مفروض يقعدوا معنا على الطولة يقولوا لنا يا جماعة سميتوا صرف الوطن أنا شخصيا أنا حكيت مع الرئيس الجامعية وكان عنده رأي أنه بعث لنائب نعمة فرام أس أم أس ما رد عليه وحكي بطريقة بإحدى المقابلات ما كانت كثير يعني طليق بأنه عب يحكي عن جامعية أو عن طيار ومعرف وين بصراحة ما عندي فكرة أنا يعني لأي لي أنا ولا مرة أنا حدا مؤسسة لعدة جامعيات كان فينا نحلها بطريقة أكتر ودية لأنه ما في نية سابقة أنه نسرق الاسم بهيدا المعنى أو فيه هدف أو فيه هدف أنه يسكر رايحة إلى طعن أكيد أكيد عم حضر كل الوراق الطعن جاهز فيه مخالفات بتخوف القضاء اللبناني اليوم منو كان مؤهل يقدر يعمل هيدا هيدا الانتخابات بطريقة شفافة مش عم بتهمون بشي ولكن فيه قاضي قالنا أنا ما بعرف بالقنون ما بعرف إذا إكسان على صوت تفضيلة تلغى اللايحة أو يلغى الصوت تفضيلة أستاذي جزافين فيه ناس رحتوا عملتوا حاملات انتخابية على التليفزيونات تحكوا عن الانتخابات الناس ما معنا خبر كيف تنتخب كمان هيدا مسئولية الأعلام ومسئولية المرشحين فيه ناس ما عارفت تروح تنتخب بس كمان مسئولية الدولة نصار الدخلية عليها تدرب القضاء وتدرب الناس تعمل بسموها ناشنال كيب بي لازم تعمل حاملة وطنية تشرح للناس ضميريا ضميري كتير مرتاح لان باحدة الجلسات الاعلامية بوزارة الاعلام طرحت هيدا الموضوع على الاعلام قدام مسئوليتنا وما حدا نرد علي واخذ هيدا الموضوع باستغفاف لدرجة انو نحنا عاملينا بالالفان واتمنتعش مش مزبوط مش مزبوط كان عنا اليوم بلبنان اكتر من ميتان الف نيو فوترز بينتخبوا لأول مرة لعمرهم تمنتعش واحده عشرين سنة كانوا أول مرة بينتخبوا بهيدا الفترة يعني بأربع سنين أول مرة ما بيعرفوا يصوتوا وكتير صار في أخطاء نحنا بيكسر وين وجبال 3300 ورقة ملغات شاطر ملغات نلغى أصواتهم تخيلي هول 3300 و 3300 بيجيبوا نايب بغيروا معادلة بيغيروا معادلة بيعطونا حاصل تالت هول كلهم أخطاء أنا بحمل الدولة المسئولية انو معلمت عن قصد ما حضرت القضاة لأنو أنا اليوم بمعركة مع القضاء اللبناني لأنو اليوم قضاء اللبناني تبين بالآخر ما كان مؤهل يقدر يعمل انتخابات ويطلع لنا نتائج محترمة بتشبه المواطن اللبناني بكل مفاهيمة برامجك مين رح يتبعها بالمجلس لمين رح تفكليها أنا بعني جاية من من زيارة هلأ لأحد النواب نحنا عم نزور عنا الخمسة عشر نائب ونائبة بالكوة التغييرية لح نكون على كتفون مثل ما بيقولوا سندون حدون برنامجنا لح نعطيونيهم لح نكتب مشاريع كوانين لح يحملونا إياها ومن برات البرلمان لح ندلنا عم نعلي الصوت لح ندلنا صرخة وطع عالية لح ندلنا عم نقول كلمتنا لأنو المواطن جعان فقير وعم بهاجير وكلو ناطير يفتحوا مجل للباسبورات طيح يحضروا باسبوراتهم ويفلوا هيدا كلو بيحملنا مسئولية كبيرة اليوم لو مربحت بالانتخابات ووسقوا فيي ووسقوا فيي وبدوا دنيانا نغير بهذا البلد تنبنيه بناء الدولة بدأ كل الجهود والجهود بدأت تنحط بالمجلس النيابي وبرات المجلس النيابي في أتمنى هالجهود تنبني الدولة ما نعمل أحعاد بين بعضنا ده إنتوا ونحنا أنا معك فينا نلغي إنتوا ونحنا من كلبنا فينا تكون كلنا نحنا يا رات يا رات يا هلا بتسمعيني من أول من أول يوم بترشحت فيه وبحكي حتى للمحزبين بقلب أحزابهم تعووا نقعد ع طولة واحدة ما تتركوا أحزابكم وكل مرة بقلهم ما تتركوا أحزابكم خليكم بحزبكم ولكن يكون عندكم نقة داخلة بقلب حزبكم للتغيير لأنه لبنان بدوا ينا كلنا وهيدي دايما نبقوله ولا مرة رحت بالعداوة لأنه نعرف العداوة لوين وصلتنا بكل هالحروب بأربعين خمسين سنة اليوم بدنا نبني لبنان بدنا نبني الوطن شكرا لك جوزيفين صغيب على الوقت اللعطيتنا وشكرا لصراحتك وأنا بدي أشكر للمستمعين والمتابعين وأيضا كفورك وإلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج بعد الانتخابات